يا صباح الخير انا وفادي هتكون معنا كمان شوية يا ريو صباح الفل لفادي صباح الخير على كل مشاهدينا في شبكة انت ان في كل حتة في الدنيا يا رب يبقى يوم جمعة مباركة كده ونهاية اسبوع سعيدة على الجميع وناخد بريك شوية من الاحداث اللي احنا عاشين فيها لانه يعني الاحداث بايت كتير قوي فيش بريك دلوقتي الدنيا كلها تتحرك وسامع النهاردة عن مظاهرات وحاجات يعني هنتكلم في كل طبعا الاخبار بتفاصيلها مع منشطات الاخبار هيكون معنا النهاردة مشرفنا استاذ عماد الصبر نائب رئيس تحرير جريد الكرامة نتكلم معاه في حصاد الاسبوع والدنيا حصل فيها وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان اول جمعة من ابريل هو بيبقى اليوم يوم اليتيم في احتفاليات مختلفة وانشطة مختلفة هتتعامل اليتيم هعيد الكلام اللي قلتم بارح استحملوني يعني انه انا اتمنى انه لو هنعمل يوم لليتيم ما يبقاش يوم مرة واحدة في السنة يما يتعامل كل اسبوع يا كل شهر بحد اقصى لكن اليوم اللي هو بنروح نتصور فيه مع الاولاد وبنعمل لهم زخم واحتفال ضخم جدا واسيبهم وامشي وبعدين معبرهمش طول السنة انا بحسس ان انا بحسسهم اكتر ان هم ايتام فاريت ان نبص اكتر بعين مختلفة كده ليوم اليتيم باختلاف لقامة تاني يعني يوم المرأة مختلف لانه وفوت بنقول انجازاتنا عملنا ايه سنة اللي فاتت انا عمل ايه سنة اللي جاء يعني يوم مختلف لكن يوم اليتيم تحديدا انا بحسن احنا منقوله على فكرة انت يتيم خد بالك يعني بعتقد نحن لازم نتعامل معي بشكل مختلف فبالمناسبة دي هيكون عندنا الشيخ اسامة القوسي هو امام وخطيب مسجد الهدى النبوي وهنتكلم عن المصدقية في الاسلام واليتيم كمان عن يوم اليتيم انا عايز كمان تازل فرصة انا نصبح على مشاهدينا اللي بر مصر خصوصا اللي في امريكا في انا عارف ان في صحابنا في نيويورك وفي لوسانجوز بشكل دلوقتي صباح الخير عليكم وكلكم ولانه انا عارف انه في ناس كتير بتتبعنا فاتمنى انه التحية توصل للناس كلها احنا في فقرات تانية طبعا النهاردة عن الطفل مش بس اليتيم هيكون معنا فقرة مهمة عن حساسية الصدر عند الاطفال هتكون معنا انا استاذ دكتور عادل خطاب استاذ ورئيس قسم الصدر بجامعة عين شمس نتكلم معايا في تفاصيل امراض الصدر وحساسية بالذات للاطفال لانه الجو عندنا في مصر فيه تراب كتير وفيه تلاوث كتير هنحتاج نتكلم معايا بالتفاصيل جو في مصر يعني صعب شوية للاطفال وللكبار يعني بعتقد ان احنا معظمنا عندنا جيوب انفية انما كانش عنده حساسية انما كان يعني يعني عينين يعني عندنا مشاكل كده اللي علاقة بالبيئة اللي مش صحية بقوي ونتمنى طبعا ده يتحسن قريبا هيكون كبان عندنا فقرة عن الوضع بقى الاحوال العامة والطهار الاسلامي او الطهارات الاسلامية المختلفة ومعركة الرئاسة والفترة الجاهة تبقى عاملة ازاي هيكون معنا دكتور عبد الرحيم علي هو مدير المركز العربي البحوث والدراسات والخبير في شؤون الجماعات الاسلامية بعتقد انه هنعرف منه تفاصيل اهمة جدا لكن خلونا نبتدي فقراتنا بفقرة الصحافة كالعادة بعد الفاصل تابعوا